أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا غظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى مما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصاه ثم أدبر يسعى فحشر فندى فقال أنا ربكم الآلم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا قنام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحهاها والأرض بعد ذلك دحهاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرسهاها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك متهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاء والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاما نخيرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى ما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولام إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرا إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاء والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرًا فَإِنَّ مَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرًا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَى مَا أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبُرَى فَكَذَّبَ وَأَصَاهُ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْآلَامِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَامِ إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرا إلى ربك موتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفا تتبعها الراجفا قلوب يومئذ واجفا أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافيرا أئذا كنا وظاما نخيرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولام إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يرونها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى مما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولام إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقتشى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنوانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك متهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفاً تتبعها الرادفاً قلوب يومئذ واجفاً أبصارها خاشعاً يقولون أئنا لمردودون في الحافراً أئذا كنا وظاماً نخراً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى مما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والسيء والأولام إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك موتها من تهى إنما أن تم ذر إنما أن تم ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فندى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولام إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنوانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفاً تتبعها الرادفاً قلوب يومئذ واجفاً أبصارها خاشعاً يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاماً نخراً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طواً إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى مما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرا إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاماً نخراً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى مما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصاه ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلام فأخذه الله نكال الآخرة والأولام إن في ذلك العبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنوانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سواه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك متهاها إنما أنت من ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاء والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا وظاماً نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى مما أنت زكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم العالم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها متاعاً لكم متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاء